تحية للجميع يعني نحب هاك نخبر نحتاج إلى بعض الأخبار لشوية هاك بتعطي شوية أمل وتفاؤل مجلس الوزراء قد وافق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون طبعا نحن عم نقدم خطوات صحيح مش كافي هذا الأمر بس نحن عم نقدم خطوات مع 9 مليون بدل نقل اللي أقرت سابقا يعني صار ما في حدا بالقطاع الخاص تحت 300 دولار خطوة لقدام عم نشتغل عليها وما زالت الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية يعني اللي عنده تلميذ ولده أو بنته بالمدرسة الرسمية 12 مليون على الواحد بما يغطي 3 طلاب يعني وصولا ل 36 مليون خطوة إلى الأمام أيضا فيما يتعلق بمرسوم الخاصة أي هلأ فيما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا أنا قدمته لحتى بس يعني مراعاة للمهل القانونية اللي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب فأنا التزمت بالمهلة لكن بناء الاتصالات عم تحدث أنه في كتير هيئات عم تطلب أنه تعديل هذا الموضوع نحن أجلنا هذا البند مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال في شغلي بس أخيرة أختم بها أنه وضعت دولة رئيس الحكومة شخصيا يعني بأنه سنقيم احتفالية بوزارة العمل ستقيم احتفالية بسرائي الحكومة نحددها لاحقا لإطلاق رزمة من المسار الألكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين وهو حدث لعله من الأحداث الأولى التي تحصل في لبنان هو مسار الألكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين وبما يواكب التطور وتبعا لمعايير الحوكم الرشيدة والشفافية وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الإطار والمهم أنها بسفر تكلفة على خزينة الدولة وشكرا نعم سؤال جوهري حقيقة بس أنت بتعرف أن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات صحيح نحن ننطلق من مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة بس ولكن نحن كمان حريصين أنه تبقى الدورة الاقتصادية ما تأفل المؤسسات وما يصير فيه إثقال كاهلون علما أنه نحن ندرك بحسب الواقع أن العديد من المؤسسات الخاصة عم تعطي معاشات أكتر بس شوها أهمية تحديد الحد الأدنى أهمية تحديد الحد الأدنى صحيح عم بيعطونه معاشات كبيرة أمرار بس ما عم بيصرحوا فيها للضمان بس لأعمل الحد الأدنى كون ألزمت المؤسسة أو صاحب العمل أن يصرح بهذا الحد الأدنى للضمان أهميته أمرين واحد بيحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة واثنين بيأمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي هذه الواردات التي أعدكم أنها ستنعكس قريبا بإذن الله بالتعاون مع إدارة الضمان ومجلس الإدارة واللجنة الفنية لحتى تنعكس على الأدوية وعلى الاستشفاء يعني نحن عم نتقدم خطوات للأمام بشكل هادئ ومنطقي لنقدر نوصل ونتأقلم مع التطورات الحالية اشتركوا في القناة